موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعالم أسرور التقنية كريبتو تند نصب أنا كنت شايف ان في كلام ان في مشكلة وتحديث وان يوم واحد تمانية بلغوا الناس انه هيتم الفتح السحبات وبيعملوا تحديثات الله يعوض على كل واحد فقط اي فلوس في ناس كانت كلمتنا على الخاص بطول انها ربنا يعوض عليهم وخسرهم يقارب عشرين الف دولار في ناس اكتر في ناس اقل مبالغ كبيرة جدا كانت اتفقدت طبعا العيب يرجع على اليوتيوبر اللي كان بيعمل عملية ترويج للموقع كان بيحط صحبات ويقول للناس انا بستثمر بالالاف فكانت تشجيع ان الناس يخش بمبالغ كبيرة بكاء ان الموقع موسط مليون في المية وانه مش هيخسر حتى لما قلنا ان الموقع مالوش دعوة بالدومين القديم وان ده استغلال الدومين القديم وان فيه مشكلة الناس بتقول لي انا بقول لهم ان الموقع ده بقالوا مانسوا عمر الشهورين اقول لا ده عمره ستة شهور وثمان شهور على اي اساس قلت 8 شهور انتو ماجعتوش للدومين القديم ما شفتوش حتى الدومين الجديد اللي كان موجود كان كل اللي شرحوا عرب مفيش حد اجنبي شرح كريبتوتاند مفيش حد اتكلم عن كريبتوتاند غير العرب اللي كان بيتواصل مع الناس عشان خاطر اليوتيوبر يعملهم ترويج او يطلبوا منهم اعلانات كانوا عرب مكانوش اجانب نهائيا فده يدل على ان الموضوع من الاول كان فيه شكوك المفروض ان الاخوة اليوتيوبر زي العرب كانوا فهموها الوحدهم او تعبوا نفسهم شوية انهم يدوروا ويشوفوا القصة ايه بالضبط او الدنيا ماشية ازاي ولكن قدر الله مش هيفعل فحاليا زي ما احنا شايفين ان الموقع خلاص كده نصب بيقولوا انهم تم حسف الايميل تم حسف كل الداتا بتاعتهم خلاص كده بايبار فالناس بتقولوا احنا نجيب فلوسا زي فعليا انت مش هتقدر ان تجيب فلوسك يعني انت عشان تجيب محامي او تدور على النازل انك انت لو جبت ادخن تخين كان بيروج للموقع ده وقلت له مين اللي كان بتفعلك فلوس او بتفعلك احلات او اتفق معاك عشان خاطر انك تروج للموقع هقولك واحد عن طريق الايميل هيقدر يديك اسم ولا تليفون ولا اي بيانات يقدر انه هو يفيدك بيها فالوضع الحالي انك انتك خلاص كده فلوسك الله يعود عليك فعلا طارد لكن الوضع القانوني برضو انت ممكن انك انت تعمل بحيث انك بتفتح تذكرة فيه زي ما قلنا عند ال انه هو يقدر يتبع الناس دي ويشوف قصتهم ايه بالظبط وحطنا قبل كده اللينك وانه ازاي انك انت تقدر تبلغ عن اي موقع نصاب انك انت بتخش على العنوان ده complaintic3.government وتقدر انك انت تكتب البيانات بتاعتك وتحط السكرينشوت وتكتب كل حاجة وبعد كده بتكتب ارسال للشكوى في الحالة دي لما يبقوا مثلا عشرة او عشرين او تلاتين او او اربعين بيبلغوا بيتفتح عندهم تحقيق في الموقع الحكومي تبع ال FBI بيشوفوا ان ده نصب عبر الانترنت وبامكانياتهم العالية يقدروا يعرفوا المحافظ راحت فين جات منين يقدروا يتبعوا ويشوفوا النازي فارجوكم اي حد خسر فلوسه ومحتاج ان هو هيرجع حتى حقه الادب احنا انا مش الوقع انه هترجع الفلوس لكن هرجع حقه الادب احنا زي ما النازي نصبت عليك وعلمت عليك تقدر انك انت تبلغ عنهم ده يعني اضعف الايمان انك انت تبلغ عنهم حتى لو هيتحبسه وانت مش فلوسك مش هترجع ده اضعف الايمان اللي تقدر ترجع به حق اكل ادبي دي نقطة نقطة التانية ما زال حتى الان الناس بتتواصل معي في التعليقات الموقع ده بتقول انه ينصب الموقع بيدفع يا اخوانا الفار عشان تدخلوا المصيادة لازم له حتة جبنة فللاسف انا مش عايز اقول ان الفران او الناس اللي بتخش الاستثمار بتقضح حيات الكلام ده احنا بشر فالبشر المفروض ان يبقى عندهم الفار بيخش راحت الجبنة المصيادة المفروض قبل ما تحطت فلوسك قلتلك لو واحد واقف في الشارع او عربية وقابلك وقال لك تعال انا هستثمر فلوسك هات فلوسك وهرجع حالك 30% انت من غير ما تسأل الشغال في ايه او هتستثمر ايه بقى انت كده اللي غلطان او نعيب عليك فعشان كده مفيش حاجة اسمها النصاب محتاج حتى تجبنة يرميها للناس عشان خاطر انها او مش محتاج حتى تجبنة محتاج تحفيز للناس انها تطمع وتخش من غير ما تسأل فين ورقك فين انت تشغل في ايه فين اثباتات انك انت تشغل فعلا او نصاب فهو دايما بيقوم جرر رجل الناس ان هو ايه والناس بتجر بعضها كأنها سلسينة مربوطة بانه تفضل حضرتك خش ده الموقع ده انا اهو تفرج انا اهو بسحب منه سحبت شهر شهرين وبعد كده يقوم ناصب عليك الناصب الكبير واخد كل الفلوس وبيجري فمعنى ان الموقع التاني بيدفع مش معناه ان هو مش هينصب ولكن عشان خاطر يقدر ان هو يخلع فيه مبعد المخطط اسمه مخطط بونزي ومعروف ان هو بيدفع في البداية الاول مجموعة الاول مجموعة ده مجرد مخطط سيقة بتبتد ان هتجيب له ناس والناس يجيب الناس الى ذلك حتى يبقى عنده كمية مدفوعات ضخمة فيقوم قافل الموقع ومنتقى الله الموضوع ده معروف من زمان وبنحذر الناس ولكن ما زالت الناس حتى اليوم مش فهم الموضوع ده فمحدش بعد اذنكم تاني يبعد في تعليق يقول لي اصلا الموقع شغال وانا بقى اقبض منه شغال انا بقولك ان البزنس موديل بتاعه ان هو نصاب مية في المية فانت لما تعرضني اعرضني بعد اربع شهور او خمس شهور من السمرار الموقع في انه يدفع اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة